التزام الحكومة الانتقالية اليوم وغدا هو الحل السياسي لرازمة شرق السودان وخليل أيام الفاتحة ذاتها وضحت أن كل من كانوا يبثوا الأكاذيب عن أن الحكومة الانتقالية دائرة تعمل حل أمني وغيره الآن الميناء مكفولة الشارع مكفولة البلد كلها مخنوقة الاقتصاد بتاع البلد بدأ يتأثر بصورة كبيرة المعاش بتاع الناس بدأ يضيق عليهم لكن الحكومة لم تلجأ إطلاقا للحل الأمني لقناعتها بأن القضية هذه قضية سياسية ويجب أن تحل في الإطار السياسي وإن من يدعون بأن والله يا أخي الحكومة عندها رغبة إنها تقوم بحل أمني وغيره هما نفس الناس ذاتهم اللي يحاولون أنهم يستثيروا بعض مكونات الشرق أولا ضد بعضها البعض وضد حتى مصالح الشرق نفسه لأهداف سياسية القصيرة النظر لذلك الحكومة أولا وأخيرا الحل الذي تنتهجه هو الحل السياسي الشامل اللي بيجمع جميع مكونات الشرق واللي بيتناول جميع القضايا وعشان كده الحكومة أكدت يعني استعدادها لانخراط اليوم في منبر تفاوضي يجمع كل المكونات بتاعت الشرق عشان يناقش كل المرجعيات الموجودة بما فيها مؤتمر سنكات بما فيها اتفاقية الشرق ويطرح كل الأبعاد تحت القضية وصولا لحل متفاوضة لأنه في النهاية ما وفرته الثورة دي أنه ما في حمال ما الحكومة الليلة هي ما حكومة الانقاط اللي كانت بتبطش بشعبها وبتخرسه باستخدام الرصاص وباستخدام العنف حكومة اليوم هي حكومة جابة الشعب من أجل تلبية مصالحه ومن أجل النظر فيها وتظل دوما تستعمل الحوار مع الاختلاف مع المكونات المختلفة كأدوة وحيدة للوصول السوداني من الناس وإليهم